شيء ثالث قل لي أي نبي في هذا الوجود في نبوات قيلت عنه بصراحة يعني ليش نقعد نعمل كلام من ضوع أيام وأيام الدافع عن نبي كأنه حطك حامي وحارس طب مش في شيء اسمه عاقل ومنطق مش في شيء اسمك أنت بتبحث بتصلي بتقوله يا رب اعلن لي الحق ولا الإله اللي بتصلي له مية لا أنا أؤمن أنه الله إله حي بتصلي له بيسمع وبيعلن لألك وهذا كتير من الناس اللي شافت الحق تخيل تلاتمائة نبوة تمت في يسوع المسيح أي شخصية أخرى في هذا الوجود تتمنه بأولة اثنين في شخص واحد جيب لي شخصية شيء رابع أنه المسيح أحبائي هو الوحيد أنا أؤمن بيسوع الذي يمتلك الطبيعتان الإلهية فهو إله كامل وإنسان كامل ولما بتقرأ في الأنجيل يعني مش راح تشوف هذا الشيء اختلاف أو مناقد راح تشوف يسوع الإله وراح تشوف يسوع الإنسان الكامل وهذا موضوع طويل محتاجين بعدين يسوع المسيح تجسد من القديسة العذراء ولد ليموت يعني المسيح جاء ومات على الصليب فأنا أؤمن بموت المسيح على الصليب وأؤمن أيضا بالمصداقية لكل تصريحات المسيح اللي قالها من خلال قوة القيام من الأموات أنه حي وأنه قام مازال يتواصل ويتفاعل مع الإنسان لأنه حي فأنا أؤمن بيسوع المسيح